ناصر الرحبي يقول متى يصل الداعي إلى مرحلة قول الرجل لصاحب الجنتين في سورة الكهف فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا بمعنى يدعو على مالي الشخص بالهلاك والفساد إن لم يستجب أولا لنفهم سياق القصة في سورة الكهف من كتاب الله عز وجل فهذا الدعاء من هذا العبد المؤمن إنما كان بعد أن وعظ ونصح وأنذر فلما رأى طغيانا وجبروتا وكفرا بالله تبارك وتعالى بسبب ما أوتي إياه ذلك الكافر من المال والسعة في الرزق فإنه دعا عليه إذن اجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا بالوعظ والترغيب والترهيب والتذكير بالنعم والآلاء وأنها متقلبة زائلة وبوجوب شكر هذه النعم وبتذكر حقوق المنعم سبحانه وتعالى وبالإنذار إلى المنقلب الذي يقول إليه فطغى ذلك الكافر وتكبر وظلم وجحد وزاده ما يملكه من مال وجنات وعيون زاده كفرا وطغيانا وجحودا وظلما وهنا ما كان من هذا المؤمن إلا لأنه رأى استمرار الكافر في طغيانه وجحوده بسبب ما خول إياه وما أوتي إياه فما كان منه إلا أن توجه إلى ربه جل وعلا راجيا داعيا أن يمنى الله عز وجل عليه هو بمزيد فضل وخير ونعم وأن يصيب مال ذلك الكافر من العذاب والويل ومن العذاب والإهلاك والإفساد ما ذكره في دعايا وهذا سائغ مشروع هذا لا حرج فيه ونجد أن موسى عليه السلام أيضا توجه إلى ربه قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم لأن النعمة في هذا السياق كانت سببا للبطر والكبر والغرور والجحود وكفران بالله تبارك وتعالى فيسوء حينئذ للمؤمن مع أدائه لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتهاده في ذلك وبدله ما يستطيعه ترغيبا وترهيبا وتذكيرا ونصحا فإنه يسوغ له أن يدعو بزوال تلك النعمة عسى أن يعتبر صاحبها وعسى أن يعود إلى الرشد فالدعاء هنا ليس على الكافر نفسه وإنما لزوال نعمته وهذا الملحظ ينبغي أيضا أن ينتبه إليه ومع ذلك فنحن نجد مع جواز هذا الأمر فإننا نجد أن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كان أن يدعو لقومه بالهداية وأن يستفرغ وسعه في دعوتهم إلى الخير وتبليغهم الحق وتبيين زيف ما هم فيه والرجاء من الله تبارك وتعالى أن يهديهم حتى إذا استحكمت الأمور وازدادوا ظلما وطغيانا فإنه أيضا كان عليه الصلاة والسلام يدعو على هؤلاء الظلمة الطغاة المعتدين ففي هذا القدر لا إشكال أبدا والله تعالى ألم إذن هذا النوع من الدعاء يعني ليس مطلقا إنما هو بقيود استفراغ الوسع في النصح والإرشاد والتوجيه وبعد ذلك يكون أيضا الدعاء على النعمة وليس على الشخص نفسه يعني الدعاء على الظالم لا إشكال فيه لكن حتى لا نحمل الدليل القرآنية الآن ما لا يحتمل الآن الدعاء ورد لما يتعلق بما خول إياه مما كان سببا في جحوده وطغيانه في قصة سورة الكهف فتفهم في سياقها يعني امتد الحديث لبيان أيضا ما كان من أدلة شرعية في غير هذه القصة من قصة موسى عليه السلام ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم